ارتفع عدد شهداء قطاع غزة إلى 15 شهيداً وإصابت أكثر من 125 آخرين جاء ذلك بعد استشهاد فلسطينيين براء سلسلة غارات على أنحاء غزة اليوم أدت أيضاً إلى أضرار مادية كبيرة وأوضحت مصادر فلسطينية أن الغارات استهدفت سيارة في بلدة بيت حنون شمال القطاع وتجمعاً للفلسطينيين شرق جباليا وقصفت غارتان منزلين غرب غزة